توصل أعضاء مجلس أمانة العاصمة في جلستهم الاعتيادية للموافقة بالإجماع على عدد من تصنيفات بعض الشوارع والمناطق في العاصمة من جانب آخر اقترح الأعضاء توسيع دور المجلس من خلال مشاركة المؤسسات ذات العلاقة لإيجاد الحلول الجذرية لحل الملفات العالقة بحث مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية جملة من الأمور التي دارت محاورها حول تصنيفات بعض المناطق والشوارع فقد وافق الأعضاء على تغيير وإعادة التصنيفات في عدد من شوارع توبلي وضحية الفاتح والمنامة شريطة أن لا تتسبب كثرة الأعمال التجارية في الأحياء السكنية بالإزدحام المروري ومعظم النقاط التي ناقشناها تغيير التصنيف لمصلحة العامة حقيقة في أراضي كثير كانت تحت دراسة غيرنا تصنيفها حطيناها تصنيف جديد عشان تستغل في طريقة صحيحة غيرنا مناطق كانت غير مصنفة حقيقة وكلمة غير مصنفة معناتها أندرستادي إلى ذلك بحث أعضاء المجلس كيفية توسيع دور أمانة العاصمة من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وأهمها مجلس النواب لبحث مواضيع جديدة تهم المواطنين لا تقتصر على الشكاوى التي ترد إليهم تفعيل أو توسيع دور المجلس الأسبوعي بمجلس أمانة العاصمة والاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين وطبعا يكون الاستقبال من أعضاء المجلس الأمانة الموظفين طول أيام الأسبوع في بعض النقاط أن ننبي مثلا نسوي صالون أدبي أو اجتماعي بحيث أن نطلب أو ندعي بعض من الوزراء الخدمية أو بعض من النواب النيون تكون في مناقشات لتطوير مناطق أو لخدمة معينة تقديمها للمواطنين كما وفق أعضاء المجلس على إعادة تسمية شارع 60 بمجمع 360 باسم العميد علي ميرزا بعد ذلك أجمع الأعضاء على وقف التراخيص الجديدة للورش والكراجات والصناعات الغفيفة على شارع معا بن زائدة بمنطقة القضيبية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر